أهلاً عزيزي المشاهد أنا موجود في الصحراء الجنوبية بين أورشاليم القدس وبين أريحة في وادي كبير اسمه وادي القلط عميق طبعاً عم نسمع خرير الماء خلف كنيسة القديس جورج للروم الأرتودوكس في هذه المنطقة وكان فيه كنائس كتير في الصحراء للرهبان أن الساكل اللي تركوا حياة المدينة حتى يقتربوا إلى الله ويختبروا حضور الله قال يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به في إنجيل يحنى بركز طبعاً عن مصدر الحياة بيتكلم عن يسوع فيه كانت الحياة فلاحظ بيتكلم عن النور قال يسوع أنا هو نور العالم وقال يسوع أنا هو خبز الحياة وهنا يقول أيضاً أنا هو الحياة اخترت هذه المنطقة لأن الصحراء أرض قاحلة وجرداء لكن الله بيهتم بأولاده بتذكرنا طبعاً في القديم شعب إسرائيل لما صار في البرية والله أعطاهم الماء من الصخرة كان بيهتم بإحتياجاتهم بتذكرنا في الشعب القديم لما كان يمشي في الصحرة كان الله يتراء من خلال عمود نور أو عمود من سحاب حتى يهديهم ويقودهم في الطريق المستقيم لكن الماء طبعاً يسوع هو الماء الحي ومنشوف هذه التلاتة نور الحياة ومنشوف خبز الحياة ومنشوف ماء الحياة بيتكلم عنهم البشير يحنى مقارنة ما حدث في العهد القديم أنه المسيح هو مصدر الحياة اشتركوا في القناة